استعرض رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تقريرا حول تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وجدد مدبولي التأكيد على أهمية دور المبادرة الرئاسية في مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء إلى جانبي خفض غازات الاحتباس الحراري وأوضح التقرير أن ما تم زراعته من أشجار ونخيل بالطرق والمحاور الرئيسية خلال خطة العام المالي الحالي وصل إلى نحو 635 ألف شجرة ونخلة بمختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية